اشتركوا في القناة والسرعة والتقريب والتفريق رح يمكث القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة 12 وخمس دقائق من منتصف الليل الليل هاي اللي هي الأربعة على الخميس لينتقل بعديها القمر لمنزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة القمر طبعا موجود في برج القوس في عنا اليوم خلوه مسار في لساعات المساء طبعا من الآن لغاية مساء يوم الخميس القمر موجود في القوس فعشان هيك نشعر بالابتهاج نجد الناس أكثر مراحا وننطلق على سجيتنا بيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسة الدينية أو من ميلة الرحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعن اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحل ماء أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا في زوايا انتهى تأثيرها ولكن في زوايا ما زالت تأثيراتها موجودة من زاويتين بطيئات الزاوية الأولى هي زاوية اقتران سلبية بين عطارد وبين نبتون وهي تأثيراتها لغاية اليوم وبتنتهي يعني لغاية 24-3 بيكون عندنا نوع من أنواع صعوبة في معرفة مشاعر الآخرين وبيكون صعب علينا التعامل معهم وهذا ممكن ينتج عنه سوء تفاهم وعدم القدرة على علاج المشاكل العاطفية الناتجة عن ذلك ممكن نرتكب بعض الأخطاء أو يعني بتكون الأخطاء هاي في أحكامنا أو حكمنا على الأشخاص وهذا الشيء ممكن يعرضنا لخيبات أمل بالنسبة للأحداث الدولية بتدل على وقوع جدل بين أحزاب اليمين واليسار أغلب الكتابات السياسية بيطبعها الفكر اليساري الاشتراكي بيتم فضح بعض الحقائق والتلاعب فيها خصوصا الأمور اللي إلها علاقة في التاريخ أو إلها علاقة بالقطاع البحري أو المجالات الفنية وممكن تشهد هاي الفترة يعني تراجع في المبادلات التجارية خصوصا للأمور اللي إلها علاقة بالسوائل أو النقل البحري أو الأمور هاي خصوصا الغاز والنفط نزاعات بين بعض الطوائف المذهبية والفرق الدينية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية برضو خطيرة هي زاوية التربيع السلبية بين المريخ وبين أورانوس وهاي رح تظل تأثيراتها لغاية 25 ثلاثة بيكون في نوع من أنواع التردد والخوف من اتخاذ قرارات حاسمة في حياتنا وهذا الشيء ممكن يجعلنا غريبي الأطوار وعنيفين بسبب شقاقات عاطفية البعض ممكن يشتكي من تقلبات في المزاج الجنسي بين ضعف وعدم القدرة وبدل على احتمال وقوع حوادث مفاجئة كالحرائق والتفجيرات أو وقوع الطائرات أو حوادث إلها علاقة بالسك الحديد وبرضو إلها علاقات بالأمور الطبيعة مثل الزلازل والعواصف ممكن يقع في هاي الفترة تمرد أو انقلاب عسكري أو يتم عزل أو قتل أحد القاد الكبار أو بتشهد هاي الفترة مظاهرات أو اضرابات بخصوصا في قطاع الصناعة أو الصحة بسبب قمع الحريات وممكن تشهد هاي الفترة فضائح اجتماعية أو جنسية أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم ما رح تتشك كالأول زاوية هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وتسعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون الساعة سبعة وثمان دقائق صباحا طبعا كل الزوايا هاي تأثراتها لساعات المساء نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام ساعة عشر وثلاثين دقيقة صباحا بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وهم نعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون في تمام الساعة عشر وثمانية وخمسين دقيقة بعد الظهر بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية طباع بعد هاي الزاوية بدقائق بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار للقمر السلبي بيبدأ في تمام الساعة وحدة ودقيقتين بعد الظهر بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة تسعة وثلاث وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة تسعة وثلاث وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش القمر بنتقل وباستقر في برج الجدي فعشان هيك من ساعات المساء بيبدأ تأثيرات برج الجدي على جميع الأبراج فمنعود لطبيعتنا الجادة ومنحاول إنجاز عمل متراكم نجد أن الأمور ما بتصير معنا بسهولة وقد تسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض مننا علينا الإجتهاد أكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد أو شراء تحفي أثرية أو البدء بحمية أو شراء تأمين أو عمل تأمين جديد بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية طبعا من الآن لساعات مساء يوم الخميس الكبد والعجز وعضم الفخد عضم آخر عمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية أما في ساعات المساء الأعضاء الأكثر حساسية بتصير الركبتين والمفاصل والعمود الفقري عضلات العمود الفقري الرضفة والعضام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن اللي هو الأذن بالنسبة للعمليات الجراحية طبعا ما في أي مشاكل اليوم بخصوص العمليات الجراحية الأوقات مناسبة لهاي الأمور أما عمليات التجميل فأنا ما بنصح فيها لأن الزهرة منتحسة بنسبة حالية جدا يعني تصلح لعمليات الأمور اللي إلها علاقة بتنظيف البشرة أو التقشير أو الأمور الخفيفة يعني أما حقنه جراحة فما بنصح أما بالنسبة لإزالة الشعر فالفترة هاي ممتازة جدا لهاي الأمور بالنسبة لقص الشعر التجميلي برضو ممتازة القص الشعر التجميلي الصبغ ممتاز ولكن لا تصلح هاي الفترة للقص العلاجي بالنسبة لمطعوم كورونا برضو الفترة هاي مناسبة جدا لهذا الأمر ما في أعراض إلا على القلة القليلة ممكن تصير بعض الأعراض بندول أو براستمول بفئ بالغرض لو تاخد كل ست ساعات حبتين بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل في ساعات المساء لبرج الجدي خلو المسار القادم رح يبدأ يوم السبت 26 ثلاث بيبدأ في تمام الساعة 11 وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى اليوم التالي يعني أول دقائق أو أول ساعة من بعد منتصف الليل السبت على الأحد 27 ثلاث الساعة 12 وخمس وخمسين دقيقة بعد منتصف الليل بينتقل القمر وبيستقر في برج جدا له بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع 22 يوم فيه تمام الساعة 12 مساء منتصف الليل يعني بكمل 22 يوم نسبة الإضاءة بتصير 60 في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم عشرين أربعة الآن هي سعيدة بنسبة 60 في المية ولكن مع ساعة العصر بتصير سعيدة بنسبة 30 في المية القمر في القوس وبدو ينتقل للجدي ورح يمكث في الجدي حتى يوم 27 ثلاثة الآن منتحس بنسبة 25 في المية ولكن مع ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 50 في المية في ساعات المساء برجع لنسبة 40 في المية منتحس بالنسبة لعطارد في الحوت حتى يوم 27 ثلاثة سعيد بنسبة 15 في المية الزهرة في الدلو حتى يوم 5 أربعة ما زالت منتحسة بنسبة 90 في المية المريخ في الدلو حتى يوم 15 أربعة منتحس بنسبة 50 في المية المشتري في الحوت حتى يوم 10 خمسة سعيد بنسبة 15 في المية زحل في الدلو حتى يوم 4 ستة سعيد بنسبة 15 في المية ورنس في الثورة حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15 في المية نبتون في الحوت حتى يوم 28 ستة سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدي حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر كمان اليوم والاتصالات لا سيما الاتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو الاتصالات البعيدة وبتشعروا اليوم بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم ممكن تذهبوا في رحلة أو تروجوا لعمل أو تحصلوا على معلومات ما كنتوا تتوقعوها برضو بكون لكم في هذا اليوم نجاح وحظ في حياتكم العاطفية والعائلية في ساعات المساء طبعا القمر رح ينتقل فهنا بتصير اهتماماتكم حول عملكم وحول مصالحكم الاجتماعية وأهم شيء أنه في ساعات المساء ديروا بالكم من عصبيتكم برج الثور بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي معنا هيك بتكون تخففوا من النفقات المتصاعدة حاولوا تسارعوا في تهدئة الأجواء لأنها هاي فترة مناسبة للاطلاع على أراء الغير ممكن اليوم تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك أنك تتحلى بالليونة والتفكير الموضوعي لغاية ساعات المساء من ساعات المساء الأجواء رح تتغير لأنه رح تنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة ورح يكون لكم شيء له علاقة بأشخاص خارج البلاد مباشر بالخير وأخبار ممتازة جدا يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة وهذه الفترة شوي فيها نوع من أنواع السلبية لأنه القمر مازال موجود مقابلكم فهي ضاغطة ما بينفعك فيها سوى الصبر والمرونة ممكن اليوم تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات طبعا الأجواء رح تتغير تماما كل ما اقتربنا لساعات المساء لأنه القمر رح ينتقل من مقابلك للبيت الثامن فرح يصير اهتمامك أكثر في الأمور المالية فممكن تعيدوا ضبط ميزانيتكم أو إدخال تعديل على نمط حياتكم لا تتماشى مع الأوضاع تاعتكم يعني الأموال المشتركة برج السرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك برضو تنتبهوا لغذائكم وراحتكم حاولوا أن تكونوا منظمين وتحسنوا إدارة عملكم وحاذروا من الجدال مع المعاونين وما تهملوا صحتكم وما تأجلوا ولا تطلوا عملكم حتى لو اضطررتوا لعمل لساعات إضافية لأن القمر في مراحل المقابلة فبضغط على العمل والصحة في ساعات المساء طاقتكم هي اللي راح تفقدوا يعني تفقدوا من طاقتكم بشكل كبير لأنه راح يصير القمر مقابلكم فعشان هيك من ساعات المساء بينصب اهتمامكم حاول تعزيز شراكاتكم ولكن بتكونوا تحافظوا على هدوءكم وما ترتجلوا أي شيء حتى الكلام حاولوا أنه تبعدوا عن العصبية والعداء برج الأسد بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم وبتنفرج أساريركم وبتعيشوا لحظات سعيدة نسبيا هاي فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم شيء أنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحباء ممكن الفترة هاي شوي يعني يكون في عندك مجال لا تصحيح الأخطاء فترة عاطفية ممتازة جدا لغاية ساعات المساء من ساعات المساء طبعا رح يصير التركيز على العمل على الصحة فعشان هيك حاولوا أنكموا ما تخلوا العمل يتراكم عندكم وما تهملوا صحتكم برج العذراء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ما زالت الأمور بتركز على البيت وعلى العائلة والأمور العائلية تقريبا وممكن اليوم تجدوا تعاون من أفراد العائلة وممكن هاي الفترة تحمل قلق حول وضع عائلة أو منزلة وممكن تظهر مشاكل شخصية أهم شيء ما تتهرب من المسئولية تجاه العائلة الأجواء شوي ممكن يكون فيها بعض العذائية ومتوترة فعشان هيك بدك تراعي هذا الوضع أما في ساعات المساء بتشتد رغبتكم في التقرب وتفاهم مع أحباكم الفترة هاي بتصير ممتازة جدا لأنه القمر رح يصير في البيت الخامس فرح تفرح لانفراج ملموس برج الميزان بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات وهي يوم مناسب لاجتياز امتحان وممكن تتعززوا العلاقة مع أخ أو جار بتدعمك الحضوض وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر وبتلفت النظر الأجواء لطيفة جدا وممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل الأجواء جيدة لغاية ساعات المساء ولكن من ساعات المساء رح تفضلوا الأجواء البيتية والعائلية أهم شيء أنك تلطف الأجواء لأنه ممكن شوي تكون ضاغطة أو يظهر أمر عائلي معين يلفت انتباهك برج العقرب تم فرصة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين في النفقات تم تعنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتموا بتوظيف أموالكم ولكن بتكونوا عاقلين في صرف الأموال ممكن تهتموا لمناقشة لدعم مالي أو قرض أو تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات هي فترة إيجابية ولكن الفترة الإيجابية الأقوى اللي رح تتعزز فيها طاقاتك هي ساعات المساء في ساعات المساء بتكثر عندك الاتصالات والتنقلات وهي فترة مهمة للتواصل مع المجتمع وبرضو مع الأحباء وهذه فترة لصالحك لازم تستغلها برج القوس ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وممكن اليوم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية والفترة هاي بتحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود وعليك التحلي بحكمة وواقعية للأمور وبتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر خلال هذا اليوم في ساعات المساء الأجواء رح شوي كمان تندعم أكثر من ناحية مالية فبتعيدوا تنظيم ميزانيتكم ولكن حاولوا أنكم ما تغمروا بالأمور المالية بشكل كبير وما تتعجلوا بأمور المصاريف وفي منكم رح يحصل على مكسب مالي أو وعد بحل مالي لمسألة معينة برج الجديد يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعة المساء فعشان هيك بتهدأ وتريدكم لحد الركود ممكن تلغي مشريعك أو موعيدك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهم شيء أنك ما تحسم أي أمر لأنها الفترة هاي سلبية ومخيبة للأمان لغاية ساعة المساء عشان هيك ما بديك تندم على أي خطوة بتقوم فيها في ساعة المساء القمر رح ينتقل ويصير موجود عندك فتستعيد نشاطك وحيويتك تستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاها للبدء بأي مشروع أو خطة جديدة برج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم أشخاص ممكن يحققوا اليوم أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتتسع الأفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة وممكن تعزز شعبيتك أو تحصد أرباح بتفرح اليوم لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب إلى جنبك وبتخف الضغوط وبيطمئن بالك ولكن المشكلة في ساعة المساء أن القمر رح يوصل لبيت متاعبك فعشان هيك بدك تجهز حالك تنجز كل أعمالك الضرورية والمهمة قبل المساء لأنه رح تدخلوا فترة غير مريحة تلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم أولاء أعمالكم وتجنبوا فيها اتخاذ أي قرارات مهمة وحاسمة برج الحوت يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبيحافظوا على إنجازاتهم القائمة أهم شيء تهدئ من روعك ولا تنفعل اتجنب مخالفة القوانين واحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة واحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها طبعا في ساعات المساء الأجواء رح تتغير تماما لأنه رح تلتقوا الأصدقاء أو يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء وبتقدروا من خلالها تصحيح العلاقات المتردية وأهم شيء أنكم ما تبقوا وحيدين استغلوا العلاقات الاجتماعية يد ما بتقدروا لأنه الفايد والمكسب من خلالها هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر